نحن نريد أن نذهب إلى القدس خلاص خلاص القدس ما الآن ما عاد باقي خلاص وكم في شوية شعر عرقلتكم وغشرة ومدري ايش خلاص الآن الطريق سالك إلى القدس ما عاد باقي باتمشوا إلى القدس اليوم وبكرة اليوم محلات الفساتين لأن احنا عنا رجع نفعل لنا زيارة حول قضية البلطهات والفساتين حق العرسات يا سلام من الأقصى ما يروح زيارة لمحلات الفساتين اش دخلق طريقكم إلى الأقصى وهدفكم على الأقصى أش وطاق عند محلات الفساتين في فرق بين تحرير الأقصى وبين شارع التحريل اللي فيه محلات الفساتين اش علاقة أش وطيق عند الفساتين يعني صلاحتين حرر الأقصى وكلاب السيف وخوضة ورمح ومدري ايش أنت بده تدخل بفستانة واي حفلاتنا الكورية واي اش وطيق عند الفساتين وأش علاقتك بالفساتين فا حين تقبل فسات عرزات تلبسها العروزة وهو قدو خلاص عريانة عريانة مخلوزة الله الله والمواضع لبنائك ومن قناة الإيمان الله القوي إيمانك يا شيخ الله والمواضع ما عتحصل إلا إلا حك فساتين النسوة أش علاقة تقبل فساتين يعني عروزة لابزة فيستان رايح عند زوجها يعني أشبها تلبسني يعني تلبسني ميري أو أش تلبسني صاعقة رايح عند زوجها طبيعي تلبسني لبسة ما علينا هنا رايح عند زوجها يعني وشهر عسل ما تسرج ده فترة مضلة تتعسكر عند تجنيد ما عليك منهم تلبسني لبسة أي تتخله بين المرأة وزوجها أش تلبس من بعض النساء بتجتي ما بلا تصلح لها التسريحة وشعبها كافيراسة من هذا حق الغرب والأمريكيين والفرنزيين توصل تدخل ليلة التقلو وانت جيستشم دي لك كمقومي كمقومي نيدو تجمع الفراتك من رأس الحريوة وأشياء سيئة جدان يا لباي أشياء سيئة جدان سلك بالله يا مسيرة الفراتك أش علاقة تكون بالموضوع فراتك فراتك وين السيئ فيش ويات فراتك حديد يعني لا زوجها جاي يشتكي لك ولا جاي يعني بيطالب حاجة تتخل في الموضوع أش علاقتك واحد هو مرتك قال لك فيها فراتك سيئة جدان سيئة جدان علاقتك يعني ما يكفيش تتخلوا فالناس في الشوارع الرجال كاف تلبسوا كاف تحلقوا ست تدخل لغرفة النوم لعند الرجال تشوف مرته وهو حاطة في شعره ورناجها يعني وتزيف واقعها لاش عد تضربوا لها يعني طبقة الرنجل أول وثاني والصنفرة وبعدها البخاخ يا أخي نصيحة لوجه الله مشاكلك الشخصية هذا ما ينفعش تطلع تتكلم بها على الملأك هذا وأمام الناس فتلفزيو ما ينفعش